السلام عليكم ورحمة الله اليوم أدنا حرف جديد اللي هو حرف الإي إذا كنت متابع جديد فشغل قوائم التشغيل لتستفاد من الفيديوهات الأخرى وإذا كنت متابع قديم وحط اللايك وإذا جديد اشترك حتى تستفاد اليوم ناخذ حرف الإي الإي إذا أجي بنهاية الكلمة ويعني أكوية حرف علة يعني مهو الوحيد الموجود العلة الوحيد والعلة أخذناها إي وآي 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 وآيو فلا ينطق بأخير الكلمة يعني شلون مثلا عندي كلمة make عندي هنا حرف علة اللي هو أي هذا الإي ما ألفظه أعوفه make يصنع إذا عندي hate هذا hate يكره هاي أي حرف علة إذن هذا ما ألفظه أعوفه hate عندي مثلا لاي في حياة هذا I حرف علة فالإي هنا ما ألفظه زيان فإذا إجي بوسط الكلمة أو بدايتها وما كنت راح ألف علة راح أسوي فتحة أنطقة فتحة مثل egg هنا بداية الكلمة وeg هنا لأي فتحة وent يعني بيض والent يعني نهاية end end فتحة ten ten يعني الرقم عشرة يعني عشرة والنقطة الثالثة إذا أجاني نهاية الكلمة شنو ما ويا حرف علة يعني هو الوحيد الموجود يعني مو أكس هاي النقطة هنا كان أكو حرف علة وهو أجي بالأخير ما ألفظة بس إذا هو هجهناه بالأخير وما أعدي حرف علة غيره يعني مجبور ألفظة مثل هي هي حرفية يعني شا أقول هو هي هي يعني هذا الشو هذا اي أقول شي هي هو وإذا أجيه بعد حرف ي ي هذا ما ألفظة إذا أجاني ورا ي مثلا ي رب أو رب ي رب هذا ما ألفظة وأبدي من حرف ي ي إذا أجيه بعد حرف أي راح أنطق أي طويلة ي ي ي ثريد ريد يقرأ ميت ميت لحم وإذا أجيه بعد دبل يو يعني أي زائد دبل يو راح ألفظة ي ي مثل نيو جديد فيو قليل ونفيو معناها الحفيد زين إذا أجيه بعد حرف أي يعني مثل إ زائد أي فنش شننلفظة نلفظة أي مثل أي شون أي هذا ما يلفظ نجيه من يجي ورا أج ما يلفظ أي أي يعني ثمانية رقم ثمانية ونيبر نيبر معناها جار نيبر تمام زين إذا أجيه ورا أو شون ألفظة ألفظة يو شون إ زائد أو جيولوجي جيولوجي وجيوغرافي جيوغرافي يعني علم الجيولوجي جيو إيو أو بعو زين إذا إ وزائد واي إ زائد واي نلفظة إ إ مثل كي 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 مفتاح وهاني هاني يعني عسل وألتقيكم فيديو آخر وحرف جديد ومع السلامة